ترى ادارة الميزانية ما بين الزوج والزوجة كده والأسرة عمتا ده له تأثير على العلاقات ما بين الأفراد الأسرة؟ طبعا الحالة الاقتصادية مهمة جدا حتى احنا لو بنيجي نقول مثلا انت عايز تتجوز أول حاجة لازم يكون عندك ملائقة اقتصادية في عنصر الزواج ففي البداية اللي بيتحكم عوامل أساسية منها طبعا غير الأخلاق طبعا وغير المستوى الاجتماعي والمستوى المادي وعلى فاكرة المستوى الاجتماعي غير المستوى المادي يعني ممكن الناس يبقى مستوى الاجتماعي عالي جدا بس ماديا متوسط والعكس مستوى الاجتماعي أقلي جدا وماديا عالي جدا فنفصل في الحكة دي كويس قوي يعني مش الفلوس واحدة هي اللي بترفع الإنسان ودي مهمة جدا الإنسان بيرتفع بقيمته بالفاليو بتاعته بتعليمه بأخلاقه بعلمه بأسرته بالبيئة المحيطة اللي حواليه ازاي بقى احنا ما نخليش النواحي المادية دي تؤثر على العلاقات ما بين الأفراد الأسرة لا صعب جدا يعني صعب الجانبتي ازاي دي يعني عشان نبقى الصرحة والناس لما بتسمعنا يبقى قيامين مع بعض احنا لسه يمكن بقول لحضرتك احنا بقى عندنا هموم مادية كتير جدا لكن هي فكرة ازاي نوزع الهموم المادية يعني مثلا لما نيجي في الأسرة واحنا بيقعد الزوج مع الزوجة بيتكلموا عايزين أهم حاجة في الدنيا ازاي يعلموا ولادهم 80% من فلوس البيت رايح على التعليم على التعليم فعلا احنا نعمل ايه؟ نيجي كل شهر زي ما انت قلتي نبدأ بالحلول الحلوة الجميلة دي عشان نتكلم عن المشكلة من العمكة اصلا انه مثلا احنا النهاردة بنتكلم انه هم عايزين يصيفوا فانت بتبدأي بتشيلي مبلغ بنشيل المبلغ ده عشان ايه؟ نصيف طيب الولد عايز لابتوب بنشيل من مصاريفه جزء يقول له عشان بعد ثلاث شهور اربعة شهور هنجمع الفلوس ونجيب اللابتوب كل فترة لابد ان يكون ليها احتياج ما تخليش الاحتياجات كلها مرة واحدة اطلاقا